السلام عليكم اهلا مسهلا بكم في كروشي جانا انه هبدأ هنعمل مع بعض اشياء المسلس بغفزة جديدة شكلها جميل جدا وفي نفس الوقت سهلة في التنفيذ هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخروط المستخدمة انا هستخدم همالايا سوبا بلوكس انت كمان فيك تستخدم اي خروط انت حبه وهستخدم معي برقم اربعة يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يابدت دعمينا بلايك وشيبه لو جديدة معنا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست سلاسل وبروحها لا اول سلسلة بادخل وباسحب الخيط وبخرج بمنزرقة كده نفلت الدايبة بعد كده بارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاعتبه اول عمود معي في الدور الاول لفع الابعة من داخل الدايبة باسحب الخيط وباخد العمود التاني من نفس المكان باخد العمود التالت كده بالارتفاع اشتغلت تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة من نفس الفرار بدخل وباسحب الخيط وباخد تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة من نفس الفرار بدخل وباسحب الخيط وباخد تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة من نفس الفرار بدخل وباخد مجموعة تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت وكده الدور بالاول خلص اصبح عندي اربع مجموعات من تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة بين كل مجموعة والتانية تلاتة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة واهلف في الشغل ولفع الابعة وعلى اول فرار على طول بدخل وباشتجل اول عمود التاني والتالت واحد اتنين سلسلة من نفس الفرار باخد تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت وكده انا اشتجلت صدفة يبقى في اول فرار اشتجلت صدفة وصدفة معنا النهار ده من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود سلسلة واحدة لفع الابعة وهبرح الفرار التاني واسحب الخيط وهاشتجل عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة شايفها العمودة ها بلف من خلفه بالشكل ده باسحب الخيط بقى عندي خطين على الابعة باخدهم حشو لفع الابعة من نفس الفرار باخد العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة بدخل من خلف العمود بالشكل ده باسحب الخيط باخد حشو لفع الابعة من نفس المكان باخد العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة بدخل من خلف العمود باسحب الخيط وبياخد حشو لفع الابعة من نفس المكان باخد عمود وكده العمود بربع واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبسحب الخيط وباخد حشو لفع العباة من نفس المكان باخد العمود الخامس واحد اتنين تلاتة سلسلة بدخل خلف العمود بسحب الخيط وباخد حشو لفع العباة من نفس المكان باخد العمود السادس واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو كده انا اشتغلت المروحة ديت من ستة عمود كل كل عمود من خلفه باخد بيكو بشكل ده ثلاث سلاسل ومن خلفه باخد حشو بعمل جبزة البيكو بعد كده سلسلة واحدة لفالبة وعلى صدفة هشتغلت صدفة اللي هي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود كده الدور الثاني خلص بعد كده واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة وبلف الشول وهبتدي الدور الثالث باول صدفة تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود العمود الاول والتاني والتالت كده انا اشتغلت الصدفة اضع يا خلص الصدفة سلسلة واحدة وبوسع الحلقة بالشكل ده بسبت الخيط من هنا بسبوعي بروح اسحب طرف الخيط بيتكون عندي حلقة بادخل من الحلقة باسحب الخيط يبقى عندي حشو باخد الحشو كده انا عملت عقدة بعد كده باسحب الخيط تاني بسبت الخيط بسبوعي بروح اسحب طرف الخيط بيتكون عندي حلقة بادخل من الحلقة بالشكل ده وباخد حشو كده انا عملت العقدة التانية هنا عندي ست جوبس بيكو هفوت الاولى والتانية وهبروح التالتة ااخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة البيكو اللي بعدها على طول هياخد حشو ومش هشتغل في الخمسة ولا الست بعد كده سلسلة واحدة بوسع الشغل بالشكل ده بسبت الخيط بروح اسحب الخيط الناحة التانية بيبقى عندي حلقة بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو كده عملت اول عقد بوسع الخيط تاني بسبت الخيط اسحب طرف الخيط بيتكون عندي حلقة بادخل منها باسحب الخيط وباخد حشو كده عملت العقدة التانية لف على الإباء وعندي هنا صدفة النهاية هشتجلها صدفة اللي هي تلاتة عمود العمود الأول التاني التالت واحد اتنين سلسلة من نفس المكان تلاتة عمود العمود الأول التاني التالت وكده الدوب التالت خلص بالشكل ده دلوقتي بقى هنكرر الدور التاني يبقى احنا عندنا الشلب بتاعنا النهاردة تكرار دورين بس الدور التاني والدور التالت هنشوف دلوقتي هنكرر الدور التاني ازاي احنا كان عندنا مرة واحد وواحدة المفروض هيبقى عندنا مرة واحدين اول حاجة بعملها واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة بل في الشغل وعلى الصدفة هشتغل صدفة العمود الأول والتاني والتالت واحد اتنين سلسلة من نفس المكان باخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة خلف العمود بادخل بالشكل ده واحد اتنين تلاتة سلسلة خلف العمود بادخل بالشكال ده وبياخد حشو كده انا عملت فوقي البيكو لفع الابة من نفس المكان بدخل باسحب الخيط وباخد العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة خلف العمود بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو لفع الابة من نفس المكان بدخل وباخد عمود وده العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة خلف العمود بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو كده البيكو التالت لفع الابره من نفس المكان باخد العمود رقم اربعة واحد اتنين تلاتة سلسلة خلف العمود بدخل بالشكل الهدى باسحب الخيط وباخد حشو لفع الابره من نفس المكان اللي هي جبزة الحشو بدخل وباخد العمود الخامس واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباخد حشو كده قفلت lb5 لفع القبة من نفس المكان بياخد العمود رقم ستة واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبياخد حشو كده انا عملت المروحة بتاعتي بالشكل ده بدون سلاسل خالص شايف احنا كنا هنا واجدين حشو تلات سلاسل حشو التلات سلاسل ديت في وسط السلاسل بدخل وبياخد حشو كده اقفلت المروحة بتاعتي بالشكل ده بعد كده سلسلة واحدة لفع القبة عندي هنا الحشو اللي بين العقدة والعقدة بدخل وبعمل المروحة اللي بتتكون من كام من ستة عمود لعمود الاول واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبأاخد حشو لفع القبة من نفس المكان بدخل بأاخد العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبأاخد حشو لفع القبة العمود التالت بعد كده بعمل البيكو واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبأاخد حشو لفع القبة من نفس المكان بأاخد العمود ابرابع واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباخد حشو كده عملت البيكو لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود الخامس واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباخد حشو لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود السادس واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباخد حشو كده عملت البيكو وكده اشتجلت المروح بعد كده بدون سلاسل لفع الإباء وهبوح الصدفة اشتجل صدفة اللي هي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود العمود الأول الثاني الثالث كده انا عفلت الدور بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة وهلف الشغل وعلى الصدفة هشتجل صدفة العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث واحد اتنين سلسلة من نفس المكان باخد تلاتة عمود العمود الاول الثاني الثالث هنا هنكرر الدور رقم تلاتة سلسلة واحدة وهوسع الشغل بالشكل ده هسبت ايدي على الشغل بعد كده هسحب طرف الخيط من داخل الدقيرة اللي انا عملتها باخد حشو كده اول عقدة بعد كده بوسع الخيط تاني بسبت الخيط بروح لطرف الخيط اسحب بعد كده من داخل الدقيرة باخد حشو كده عملت العقدة التانية هنا عندي ستة بيكو بفوت الاولى والتانية التالتة باخد من داخلها حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي بعدها على طول باخد فيها حشو بعد كده سلسلة باسحب الخيط بالشكل ده بسبت الخيط باسحب طرف الخيط وبياخد حشو كده انا عملت اول عقد باسحب الخيط تاني بسبت الخيط بسباعي بروح لطرف الخيط اسحبه بالشكل ده من داخل الدقيرة باخد حشو كده عملت العقدة التانية هفوت بقى رقم خمسة ورقم ستة في البيكو في المباحة اللي انا وقفة فيه بروح هنا بفوت عندي المباحة الجديدة فيها ست ست جوبس بيكو هفوت الاولى والتانية هروح للتالتة وهاخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة البيكو اللي بعدها على طول باخد حشو بعد كده سلسلة وبوسع الخيط بسبت الخيط بسباعي بروح لطرف الخيط باسحبه بالشكل ده وبدخل من داخل الدايرة باخد حشو كده عملت اول عقد باسحب الخيط تاني بسبت الخيط بسباعي باسحب طرف الخيط من داخل الفراغ بتاع الدايرة باخد حشو كده عملت العقدات تاني بعد كده لفع الابر واع الصدفة هشتغل صدفة اللي هي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود يبقى احنا بنكرر دورين الدور التاني اللي فيه المروحة والدور التالت اللي فيه العقد انا دلوقتي كربت الدورين اللي تاني مرة هخلص الدور الخامس اللي هو تكرر الدور التالت وهنرجع في ادعية الدور السادس انا كده خلصت الدور الخامس وبدأت الدور السادس باول صدفة وهنبدأ النقسس تاني اللي هي المروحة سلسلة واحدة ولفع الابر عندي هنا عقدتين ما بينهم حشو هبوح ما بين العقدة والعقدة في جبزة الحشو بالشكل ده واسحب الخيط واخد اول عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبياخد حشو كده عملت البيكو لفع الابر من نفس المكان باخد العمود التاني واحد اتنين تلاتة سلسلة بدخل خلف العمود وبياخد حشو لفع الابر من نفس المكان باخد العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وبياخد حشو لفع الابر من نفس المكان باخد العمود ابرابع واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباخد حشو لفع الابرة من نفس المكان بدخل وباخد العمود الخامس واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد بيكو لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود رقم ستة واحد اتنين تلاتة سلسلة من خلف العمود بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو كده انا عملت المباحة بدون سلاسل خالص شايف الفرق بتاع الثلاث سلاسل واضح قدامي هنا باخد فيه حشو بعد كده سلسلة هنا ما بين العقدة والعقدة باخد هنا المباحة اللي هي ستة عمود وكل عمود من خلفه حشو بعمل البيكو بعد كده بقفل هنا بحشو ابجع تاني سلسلة وبعمل هنا باشتجل هنا المباحة يبقى شو اللي نبدأ يبقى كل لو تكرار هو تكرار دورين بس والشال جميل جدا وسهل جدا في التنفيذ هخلص النموذج بتاعي ونبقى عشان نشوف الشكل النهائي للشال ايه انا كده اشتجلت النموذج بتاع الشال الشال سهل جدا وفي نفس الوقت جميل جدا وكمان لو اشتجلت بقليز انجورا جولد اللي هو في لمعة هيبقى حلو اول المناسبات يصلح كمان للعرائس تكرار سطرين بس مش هياخد معاك وقت خالص وبكده نكون وسلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى الشرح كان واضح والشال عجبك لو عجبك يا رد تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشتركي في القناة وتفعلك جرسة شنوصل للك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خيب في فيديو جديد تشتركوا في القناة وتفعلك جديدة اشتركوا في القناة وتفعليم الدرقaphаж شكرا